مطبخ موني مطبخ من الطماطم والفلفل الاخضر وكمان زاتون اسود او اخضر حسب ما تحبه جبنة متزرلة وملح وفلفل اسود هنبدأ دلوقتي ان احنا نتبل الفراخ هنحط عليها رشة من الملح وهنحط كمان رشة من الفلفل الاسود عليها من بره ومن جوه وهنبدأ ان احنا ندعك السدور كده من بره ومن جوه بحيس ان احنا نتبلها كويس وهنبدأ دلوقتي ان احنا نحشيهم هنحط دلوقتي شرايح من الطماطم ما تقطروش من الطماطم والفلفل حاجة بسيطة كده وهنحط دلوقتي زاتون وهنعمل السدر التاني بنفس الطريقة ونضغط كده على الحشوة واندخلها كويس لجوه بس ما تضغطوش قوي علشان السدر ما يتقطعش من النحية التانية وبعد كده هنحط شوية من الجبنة المتزرلة هدي التطعم حلو كمان هتمسك لنا للحشو كلها مع بعض وهنعمل بنفس الطريقة السدر التاني وبعد ما حشيت الصدور بالشكل ده انا قفلتها كده بالخلة وهنجيب دلوقتي طاصة وهنحط صدور الفراخ جواها طبعا لو عايزين تدخلها الفرن حاجة ترجع ليكو بس ده اسهل واسرع وهنجيب بقى دلوقتي صلصة دي صلصة انا عاملها ببصلها صغيرة قوي بمعلاقة سمنة وعصير طماطم مش هنقطر كتير يا جماعة من الصلصة هنحط بس معلقتين فوق كده وكم معلقة على الجنوب احنا مش هنحتاج الصلصة دي احنا بس هنسويها فيها بالشكل اللي قدامنا ده ودلوقتي هنحطها على نار متوسطة ونغطى عليها ونسيبها لغاية لما تستوي معانا وخلصت دور الفرن بتاعتنا استوت اخدت اقل من نص ساعة على النار وكمان احنا مش محتاجين بقى الصلصة دي خالص هنشيل دلوقتي صدور الفرن وناخدها على صنية صغيرة كده الصلصة دي يا جماعة مش محتاجينها ممكن انتم تتحطوها على اي حاجة تانية او تتريمي على حسب ما انتم عايزين ودلوقتي هنحط كده على صدور الفراخ شوية من الجبنة المزدرلة واندخلها تحت شوية الفرن ان هي تتحمر وتاخد لون وتطلع معانا بالشكل ده ويلا بينا بقى نقدمها اه انا قدمتها بالشكل البسيط ده حطيت حواليها رشا من البقدونس وكمان شريح من اللمون وانا حبا ان انا كده اقطعها معاكم ونشوف الحشوة من جوة شكلها عامل ازاي بتكون معانا بالشكل ده الحشوة شكلها حلوة اوي كمان الفراخ مستوية وشكلها جميل ويفتح النفس وده شكلها معانا كده من قريب وممكن ان احنا نقدمها بالشكل ده او نقطعها شريح كده تبقى جميلة جدا التقديم طبعا حاجة ترجع ليكم وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل صدور فراخ محشية بحشوة البيتزا مناسبة للكيتو دايت او للاكل العادي اتمنى الفيديو يعجبكم اذا اعجبكم الفيديو اشتركوا على القناة فعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات وبالفة هنا وعافية